اشتركوا في القناة هذه الطريقة رد سانشيز خلال المؤسمر الصحفي الذي قدمه في مدينة بليليا عندما سئل عن قرار الجزائر باستدعاء سافرها في مدري للتشاور قبل بدء المرحلة الدبلوماسية الجديدة بين إسبانيا والمغرب واضاف رئيس حكومة إسبانيا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المغرب والذي يقضي بإغلاق أزمة لم يعد من الممكن استمرارها مع شركة استراتيجية وأوضح سانشيز أنه بالإضافة إلى ذلك يتم الآن وضع الأسس لتعزيز العلاقة مع مثل هذا البلد المهمة ليس فقط من الناحية الجغرافية ولكن أيضا في مكافحة الهجرة والتعاون ضد الإرهاب وكل ما يمثل تنقل الأفراد والخدمات والتعاون التجاري والاقتصاد سيفتح نشكركم على حسن المتابعة